السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم احياء صحابي حبيبي اعمل ايه? اتمنى تكونوا بخير. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة تعليم الكروشيه. انهالا ان شاء الله هنعمل اسكارف الجميل دوت. هو اسكارف سهل جدا. الحقيقة عدت كتير من الاصحاب طلبوه مني. انا كنت نزلته من فترة على الفيس وعالجروب. اه كتير طلبوه مني وشرحت لهم الغرزة. بس برضو اقلوا لا احنا مش شايفينها. فانا حبيت ان انا اواريكم الغرزة بتاعته. اواريكم ببساطة السكارف. ان شاء الله هتكون سهلة. حلقة سهلة ان شاء الله. نشوف الاسكارف كده وانا قلت لكم ان انا كان هو خيط موجودة عندي. بقى الممدة. وهو كان خيط من خيط الصيني اللي هو جنجا. زي ما قلت لكم في اول الحلقة. وهبدأ ان انا هعمل لكم بخط سيدة عشان تباني الغرزة. لان هوا لحيا في جنجا الناس مش شايفها. ايش بتجيب اي خط شنجا. ممكن بتجيب ياليز بتجيبي همالايا بتجيب اي خط انت عايزها. مش بتفرق يعني. مهم بتجيبي ابرة مناسبة له. انا هبدأ بخط معاكم سيدة. والخط ده كان حقيقه ده بواقع عندي همالايا افريدي. وهبدأ برقب له رقم خمسة. اتمنى تكونوا شايفينها. اهي. انا هبدأ هنا السكارف دوت انا هبدأه بتسعين غرزة انت عايز بداقي بمية اوكي عايز بداقي باقل اوكي هو هنا السكارف زي ما انت شايفه بتلفه على اتنين انا حب ان اقولك ان انا لفه هنا على اتنين على مرتين انت عايزها على مرة واحدة اعميلي النص عميلي على قد ايه الداير او السلاسل على قد من انت عايزة السكارفة فانا هبدأ بسلاسل عادية خالص انا حب ان هنا هوركوا الفكرة بتاعته وبرضو بتعمليه بالعرض احب ان انا نوان انت هتعمليه بالعرض اللي انت عايزة انا هنا عاملة تقريبا عرض شبر او اتنين وعشرين سنتي تقريبا عايزة عملي خمسة عشرين عايزة عمليه تلاتين عايزة عمليه اقل اذا ما انت عايزة انا هنا بدأت السلسلة بتاعتي هعمل تسعين غرزة عاديا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هكملهم وارجعلك انا خلص هنا التسعين غرزة عملتهم ها غابدأ ان انا قاعد للشغل او السلاسل الاعلى والشاه كده عشان الشغل ميبقاش مني ملفوت او شكله مش حل ابدأ اجي عند اول غرزة انا عملتها وادخل اعمل غرزة نائمة او اللي بنقول عليها المنزلقة اهيه تمام انا عملت كده افلق الايه السكارف انا هنا مقصة تسعين غرزة انا عملها اقل من اللي عندي شوية اللي انا عمله دوت كان على مية وعشرين انت تقدر تزوجي وتقدر تنقصي زي ما تحكي بزي ما انت عايزة انا هنا عملت على قد السكارف الايه اللي هو اللي ما بتلفش العادي ابدأ اعمل ايه هنا انا زي ما قلتلك العدد على حسب ما انت عايزة تلفية انت بتعملي السلسلة تاني بعيد لك تاني هو بتعملي السلسلة تاني وبتلفية على الابتك بتشوفيه الطول اللي انت عايزة ما تحوليش انت ترتبطي بعدد معين لان كل خيط وكل ابرة وكل ايد له مقاس مختلف اللي يقولك انا عبدأت بمسلا بمية وعشرين غرزة وتروحي تعملي زي مية وعشرين غرزة ومتلعش زيه اكيد ايدك مختلفة عن ايده ممكن انك خدش اخن مختلفة الابرة مختلفة ما تتأيديش من نفسك اعملي اللي انت شايفها بعنيك صح خلص انا قفلت غرزة نائمة للمزرقة اطلع ارتفاع 3 انا هنا في الغرزة ديت ارتفاع ثلاثة انا هعمل غرزة تالية لها الفستش اهمل في الفستش يعني هي عبارة عن عمودين في غرزة واحدة ما بين الغرزة العمود والعمود غرزة فانا عملت ارتفاع ثلاثة هعمل الغرزة الفرق ما بينهم وهلفوا انزل اهو. انزل غرزة. اعمل غرزة تانية في نفس الايه? المكان. كده انا عملت ايه? اول في ستيتش. اول في ستيتش. ما بين العمود والعمود تلتة عملت في الاول تلاتة وبعدين غرزة وبعدين ايه? عملت عمود في نفس المكان. مش هعمل هنا حاجة. هلف الخيط. واسيب غرزة تحت. طب انه انا مشي هاخد معي الخيط اللي هو اللي اشطابه ده اشطابه المرة. هاسيب غرزة تحت وراحوا دخلة في الغرزة اللي بعدها. اعمل في ستيتش تانية. عبارة عن ايه? اهو. عمود بلفة. غرزة. ارجع تاني النفس المكان. اعمل ايه? غرزة. عمود بلفة. اهو. هرجع تاني هلف. هاسيب تحت هنا غرزة. واجه في الغرزة اللي بعدها. اعمل عمود بلفة. وبعدين غرزة. بسلك الخيط بس. عمود. بلفة. اهو. يبقى انا بعمل في ستيتش. بعمل عبارة عن في ستيتش. كل في ستيتش من غرزة واحدة. ما بين في ستيتش عبارة عن عمود. غرزة عمود. الغرزة ما بعملهاش غير بقى ايه? في نفس المكان تاع الفي ستيتش بس. انا خلصت العمود ده على الفي ستيتش تانية. ايجي هنا هاسيب غرزة. واروح اللي بعدها. وكمل السطر ده الاخره كده. ايه دي. عمود. غرزة. ارجع تاني في نفس الغرزة. اعمل. اهو. شايفين? انا بعملش حاجة غير عمود. غرزة عمود. عادية. طبعا انا خلصت الفي ستيتش ديت. الاف واروح اسيب غرزة. في السلسلة اللي تحت. واروح في الغرزة اللي بعدها. اعمل في ستيتش تانية. اللي هي عبارة عن اي اللي بقررلك. ادي عمود بلفة. غرزة. عمود بلفة. وقرر السطر ده لحد نهايته. هخلصوا اعملي واخلصوا. تعالي نسوا نشوف نعمل ايه. انا هنا اخلصت الاخر دي ستيتش انا بعملها. هقفلها مع هابده اقفل السطر. وعايز انا ببهج ان انت قبني وتقفل السطر لازم تكوني عادلة اهوات. انا هدى اهوات. اهوات. اتأكد ان السطر ايه؟ معدول. عشان لو تلع ملفوت كل شغلك بيتفك تاني. بتبقى ايه؟ بتبقى مشكلة وحرام يعني احنا نخلص شغلنا عشان ايه؟ ملحوظة تغيرها ما نخدش بالنق مننا. لازم قاعد للسطر كويس قوي. لان بصي بقولك ممكن يعمل معك كده. تاني انا هعمله معك. او شايفتها ملوها اكي كده. قاعد للحشوال بعد عشان يا انت کات ر wp مeresاني ابتكد اهوت. اهو انا بتأكد معاك يا هوت ان الشغل ايه؟ معي مزبوط. اهوت تمام Marcus. اقد اقفل في ال اه AS اقفل السطر بتاعي. هقفله فين؟ انا كنت عاملة هنا اربعة. ارتفاع بواحدة فرق ما بين اواثني. فهعمل في التالتة واحد اتنين. تلتة. هقفل بمنزلقة او اللي بنقول هبدأ بقى اعمل ايه هطلع واحد اتنين تلاتة احنا ممتفين المبدأ وبعمل غرزة فقط ارجو دي قدر اربعة دي اول غرزة حنزل بقى فين حنزل في الف화غ بتاع الفراغ بتاع الخبش بس الفراغ اللي ما بين الفيستش والفيستش ما بنزلش فيه بنزل فيه اهو في الفيستش ايه احنا بنزل ايه احنا بنزل ايه شايفة ديinars phenytv ou هي هذه اللي هنزل ح Miner هيك انها عليه الحنزل عملت ارتفاع ثلاثة وعملت غرزة فرق ما بينه هنزل اعمل كده عملت عمود كده العمود التاني هدى ان انا اروح على الفيستاتش التانية اعمل عمود نفس النقطة بتاع سطر الاولاني غرزة عمود يبقى انا بشغل فين؟ في الفيستاتش بس شايفة؟ شايفة؟ ارجع تاني اروح تاني على الفيستاتش اللي بعدها اشتغل عمود غرزة عمود تاني تمام؟ ارجع تاني اروح الفيستاتش اللي بعدها اهو عمود غرزة عمود تاني في نفس الفراغ شايفة؟ يبقى انا بمشي ايه؟ المبدأ بتاعي انا بمشي جوه الفيستاتش الفراغ اللي ما بين الفيستاتش والفيستاتش انا ما بجيش ناحيته خالص بشغلش فيه نهائي في الايه؟ في السكارف دوت يبقى انا كل شغل يجو داخل جوه الفيستاتش بعمل الوقت تاني انا خلص هروح اللي بعدها هعمل اجي غرزة عمود قصدي وبعدين غرزة وبعدين عمود تاني وبعدين اروح على اللي بعدها غرزة عمود تاني تمام؟ بفضل بكمل كده يما الحد اخر السطر هرجع لكم وقال لكم نعمل ايه تاني انا هنا وصلت لنهاية السطر التاني زي ما انتم شايفين الشغل سهل خالص حد اقفل السطر التاني زي ما قفلت السطر الاولاني بقفل في الغرزة التالتة واحد اتنين بقفل في الثالثة احنا متفقين الربع في blues المبينة الاول انتفق هcreatر prz يغم вперد اطلاع تاني افطرد بقى هنا أتطرت الادور لتأنها لحد العرض الى العرض اللي اعريزها لحد العرض اللي اعريزها ارتفع تاني ثلاثة الارتفاع واحد الف oy في ف النمات اعمل اكرر نفس الكلام اللي عملته بالسطور السابقة ده افضل اكرر كده لحد ما انا عايزة العرض اللي انا عايزها في السكارف مفوش اي تغيير هو نمط واحد في السطور سهل جدا بتقدري تعمليه في ساعة يعني لو قعدتش ساعة بالزبط كده وعدتي ساعة من الوقت خبصت لقي نفسك خلصتي وحتى اخواتنا المبتدين يقدروا عملوه بتقرري بقى كده وتقفلي السطر الحد اللي هي الحد عدد السطور اللي انت عايزها او العرض اللي انت عايزها انا هنا الحقيقة هورولك السكارف انا هعيده معيك احنا عملونا انا عاملها كم سطرة اهو انا عاملها ادي واحد شايفها اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عاملها تمن سطور السكارف دوت اهو برضو اهو زي ما انت شايفه بس غرص تلفز تشاهيات اهي انا هوريها لك هنا في عشان في ناس قالوا لي لأ قلتم يا جماعة والله هو عشان بس الخلج جنجا يعني قلتلهم الغرزة بس قلتلهم لأ هي الخلج جنجا او الفي ستشاهيات شايفنا اهي الفي ستشاهيات اعمل له كم سطرة ثانية عدوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمان سطور انت فكة تعمليها عشرة تعملي 15 نعملي بالعرض انت لدي زائي انا عاملها تقريبا هنا نقول تقريبا يعني نقول حوالي 15 سنتي او 18 سنتي ممكن تعملي حد 25-30 سنتي بس عشان انا هتنا عاملها دورين عملة بيتلفى علي اتنين عاملة عريض عاملة عريض عاملة هنا دوت عامله عليه 120 غرزة اهو زي ما انتشايفة بصي انا عاملة عريض يعني قدي ده مرتين اهو لو انا تقليتو كده على 4 هتلاقيه تقريبا قدي ده مرتين انا بس عملتلكو هنا حق الانفينيتي الصغير منه عشان تشوف الفكرة وعايز اقولك ان انا ايه من الكبير اهو يعني مثلا عملت منه كبير ان انا زودت عدد السلسل مش اكتر عملت الصغير انا قلت عدد السلسل بتقدر تتحكمي في الشكل وفي العرض وفي الطول اللي انت عايزان وبرضو الخيط انا بقولك ما تتأيدش بالخيط روحي نقل اللي يعجبك نقل الخيط اللي يعجبك اللي رفت نظرك اللي تحبيه سواء هو خيط زي ما شايفك كده جنجاة خيط سادة تقدر تدخلي كل لونين شكل يعني ممكن تقدر تدخليه الوان عندك افكار كتير تعملها منه اتمنى يكون الفيديو عجبك وتكوني فهمت علي الفكرة ما تنسوش عمله لايك وشارل الفيديو اذا عجبكو ما تنسوش عمله اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل دقيق ولا لقاء اخر ان شاء الله